توصل الولايات المتحدة الأمريكية عزيزة توجد قواتها في المنطقة لردع إيران وأذرعها في العراق وسوريا ولبنان واليمان وقالت القيلة المركزية الأمريكية في بيان أن مجموعة حاملة الطائرات إذن هاور أكملت عبورها مضيق هرمز ودخلت مياه الخليج العربية ووضحت أن حاملة الطائرات ستقوم بدوريات في الخليج لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية ودعم متطلبات القيادة المركزية الأمريكية في أنحاء المنطقة